اشتركوا في القناة السنوات السابقة الدالة الحقيقية الدالة الحقيقية تسمى الدالة دال حيث سين تؤدي الى صاد دالة حقيقية اذا كان كل من المجال سين والمجال المقابل صاد ومجموعة الاعداد الحقيقية او مجموعة جزئية فعلية منها تحديد هل العلاقة من سين الى صاد تمثل دالة ام لا اولا من الشكل البياني اذا وجد خط مستقيم رأسي يقطع الشكل البياني في اكثر من نقطة فان العلاقة لا تمثل دالة يعني لو انا عندي الرسم البياني دا قدامي حبيت اتأكد العلاقة دي دالة ام لا بنرسم محور رأسي موازي لمحور صاد زي ما انتوا شايفين كده فيقطع المرحنة المرسوم قدامي في نطفين فهذه العلاقة لا تمثل دالة لو بصنا ليه الرسم البياني الثاني لو انا عندي الشكل هذا اللي قدامك مرسوم في الرسم البياني رسمنا برضو بنفس الطريقة محور رأسي موازي للصادات هذا المحور يقطع المنحنة في نقطة واحدة يمثل دالة ام لا فكر كده معايا وشوف كده ان الخط المستقيم الرأسي هيقطع المنحنة في كم نقطة لو احنا رسمنا الخط المستقيم الرأسي الموازي لمحور الصادات هيقطع في نقطة واحدة هذه نقطة واحدة زي ما احنا قلنا تمثل دالة وليست علاقة ثانيا العلاقة تمثل دالة اذا كان كل قيمة للمتغير سين ينتمي الى المجموعة سين المجال يعني يناظرها قيمة واحدة فقط للمتغير صاد حيث ان صاد تنتمي لصاد اللي هو المجال المقابل يعني معنى كده ان كل عنصر من عناصر السين يظهر له صورة واحدة فقط في المجال المقابل اللي هو صاد مثال بيّن اي الدولة الاتية تمثل دالة وايهما لا يمثل دالة صاد تساوي سين تربيع زائد واحد هل دي تمثل دالة او لا لو احنا عملنا بيانيين زي ما احنا قلنا قبل كده ورسمنا مستقيم موازل محور الصادات يقطعه في ايه في نقطة واحدة لو عوضنا في قيم سين هنا الموجودة دي هينتو قيمة ايه لصاد يبقى معنى كده ان كل عنصر من عناصر السين له صورة واحدة في الصاد فتمثل الدالة الاولى ايه دال رقم اتنين صاد تربيع بتساوي السين تربيع زائد اربعة لو انا حبيت ارسمها بيانيا يبقى صاد بتساوي موجب او سالب سين تربيع زائد اربعة يبقى دي ليست دالة يبقى هنا فيه قيمتين للصاد اذا عوضت بسين لو حبيت نرسمها بيانيا لو ترسمت بيانيا ايضا هنرسم مستقيم موازي لمحور الايه الصاد زي ما احنا قلنا قبل كده فلو قطع فيه نقطة واحدة تبقى دالة هنا هيقطعها في نقطتين يبقى واضح انها ليست دالة تحديد مجال الدوال الحقيقية مجال الدالة صاد تساوي دال سين هو جميع القيم سين التي تجعل الدالة معرفة نمر واحد مجال الدالة كثيرة الحدود هو حا ما لم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها يبقى احنا ناخد بالنا هنا ان المجال في كل دوال كثيرات الحدود هو حا ما لم تكن معرفة على ايه على مجموعة جزئية منها يعني لو هو ما جاب لك شي فترة او جاب لك مجال او جاب لك متبينة جمد السؤال مثلا اول حاجة مجال الدالة دالة صين تساوي صين تربيع زائد ستة صين مقص خمسة هو ايه دي دالة كثيرة الحدود مجالها على طول هو حا دمرة اتنين مجال الدالة دالة سين بتساوي سين قس خمسة زائد تمانية سين ايضا دالة كثيرة الحدود مجالها ح مجال الدالة التالتة دالة سين بتساوي خمسة هو ايه هنا دي دالة ثابتة والدالة الثابتة ايضا مجالها ايه ح لانها تعتبر دالة من دول كثيرة الحدود وان شاء الله هنتكلم عليها بالتفاصيل بعد كده الاخيرة دي مجال الدالة دالة سين بتساوي سين تربية زائد ستة سين مقس خمسة حيث ان سين اكبر من واحد يبقى انا هنا اداني مجموعة جزئية من ح سين اكبر من واحد هنا يعني واحد وما لا ايه نهاية فترة مفتوحة يبقى المجال هنا محدد اللي هو مجموعة جزئية من مجموعة الاعداد الحقيقية ثانيا مجال الدوال الكسرية هو مجموعة الاعداد الحقيقية فرق اصفار المقام يعني ايه دالة كسرية دالة كسرية يعني بسطة وايه ومقام اول واحدة بسطة جدا وانا حبيت رصتها في الاول مجال الدالة دالة سين بتساوي واحد على سين يبقى المجال هنا لو انا تبعت التعريف اللي فوق انا كتب لك التعريف فوق عشان تركز في الحلقة معاي مجال الدالة الكسرية هي ح فرق اصفار المقام هاخد المقام ده اساوي بصفر يبقى ح فرق الايه صفر تاني واحدة دالة سين بتساوي سين زائد اتنين على سين ناقص اربعة عايز اجيب المجال هنا كبرت شوية يبقى هنا المجال برضي الدالة كسرية مجالها مجموعة الاعداد الحقيقية فرق اصفار المقام وفكر معايا كده وقول لي اصفار المقام يعني ايه اصفار المقام دي يعني هاخد المقام اساوي بصفر يعني سين بتساوي كام اربعة يبقى كل الاعداد الحقيقية فرق الايه الاربعة اه انا مرضي تشحلها وكتبها لك علشان انت تبص على الايه القانون وتقول انه ها فرق اصفار المقام اللي هي ها فرق كام اربعة مجال الدالة على الصورة الجذرية دالة سين بتساوي جذر نوني لره سين حيث أن ره سين دالة كثيرة حدود ونون تنتمي إلى صاد ونون أكبر من الواحد أولا إذا كان نون عددا زوجيا فإن مجالها مجموعة قيم سين التي تحقق ره سين أكبر من أو تساوي صفر ونهينا ممكن نقف دقيقة كده ونقول أن دالة سين بتساوي جذر سين ناقص ثلاثة هو أي جذر تربيع لابد أن تكون قيم اللي تحت الجذر مجبع عشان كده أحطي لك الشرط أن ره سين أكبر من أو تساوي صفر ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر يبقى لو حابنا نجيب المجال للدالة دي دالة سين بتساوي جذر سين ناقص ثلاثة طبعا لو طبقنا التعريف بتاعنا هنقول أن سين ناقص ثلاثة أكبر من أو تساوي صفر هوادي الثلاثة لنحية الثانية يبقى سين أكبر من أو تساوي ثلاثة يبقى هنا الفترة مجال بتاعنا الفترة المغلقة من ثلاثة إلى ما لا إيه نهاية يبقى باخد بالي هنا أن المجال هنا الدالة الجذرية باخد تحت الجذر أقول له أكبر من أو تساوي صفر ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده أن الجذر التربيعي لا بد أن تكون القيم تحت الجذر مجاب إذا كان نون عددا فرديا فإن مجالها هو ح فمثلا مجال الدالة دالة سين بتساوي جذر التكعيبي لسين مقص خمسة هو إيه؟ وحيثنا هنا أن دليل الجذر عدد فردي جذر التكعيبي مجال الدالة دالة سين بتساوي الجذر التكعيبي لسين مقص خمسة احنا نلاحظ هنا أن دليل تحت الجذر إيه؟ سين نقص خمسة يبقى المجال هنا كل الأعداد إيه؟ الحقيقية الدالة متعددة التعريف هي دالة حقيقية يكون لها مجال معين وقعدة معين زي الدالة اللي قدامنا دي مثلا طبعا احنا نجيب المجال الأول ونجيب المجال الثاني وبنعملهم إيه؟ اتحاد هذه الفترات فمثلا الدالة المعرفة أو متعددة تعريف دالة سين تساوي ثلاثة نقص سين سالب واحد أصغر من أو تساوي سين أصغر من واحد والدالة التانية سين واحد أصغر من أو تساوي سين أصغر من أو تساوي خمسة لو أنا حبيت أجيب المجال هنا زي ما احنا قلنا احنا بنجيب المجال الأول والمجال الثاني وبعدين نعملهم إيه؟ اتحاد الفترات يلا حل معايا كده وقل لي اتحاد الفترات هنا يبقى كام و كام هو المفروض سالب واحد و واحد اتحاد واحد و خمسة طبعا مغلقتين والتانية مغلقة و مفتوحة لو عملنا الاتحاد بين الفتراتين بتاعهم يبقى سالب واحد و كام و خمسة زي ما احنا شايفين كده و زي ما انا كتبت سالب واحد و ايه خمسة و لاحظ هنا أن سالب واحد فترة ايه مغلقة و خمسة فترة ايه مغلقة يبقى ناخد بالي هنا أن الفترات أجيب المجال الأول وأجيب مجال الثاني وأعملهم ايه اتحاد دي مجال دالة متعددة التعريف الشكل المقابل يمثل الدالة دالة سين مجالها لما انت شايف كده أن المجال الدالة اللي قدامك قطع مستقيمة المجال بتاعها من واحد الى ثلاثة و زي ما احنا قلنا قبل كده أن المجال مجموعة جزئية من محور السينات فهنا واحد الى ثلاثة ده المجال لهذه الدالة يبقى مجالها هي واحد و ثلاثة أي أن مجال الدالة هو مجموعة الإحداثيات السينية لجميع النقاط التي تنتمي الى منحنة الدالة يبقى الدالة اي منحنة يجلنا اي منحنة يجلنا نشوفه يقع النقاط بتاعته على محور السينات يبقى المجال و نعمل فترة من اقل الى ايه اكبر نقطة في المنحنة المدى هنا المدى هنا يعني الصادات واحد الى كام اربعة يبقى اي مدى هي مجموعة الاحداثيات الصادية لجميع النقاط التي تنتمي الى منحنة هذه الدالة يبقى لو انا عندي كده دالة حبيت اجيب المجال بتاعها اسقط على السين هو واحد و ثلاثة فترة مغلاقة اما المدى على محور الصادات واحد و اربعة يبقى دا المجال و دا المدى تدريبات على الحلقة اللي احنا قلناها عن المجال بتاعنا لو احنا بصنا كده في الشكل دا دا دالة باي شكل يجي لك عايز اشوف دي تمثل دالة ام لا الاول قبل ما نجيب المجال و المدى عايز اتأكد دي دالة ولا مش دالة لو انا رسمت هنا مستقيم موازل الصادات رأسي يقطع في كم نقطة في نقطة واحدة اذا هذه تمثل ايه دالة تعالي نشوف الدالة التانية او العلاقة التانية هل هي دالة ام لا هرث المستقيم رأسي موازل محور الصادات زي ما انت شايف كده يقطع في كم نقطة محور الرأسي دا يقطع في نقطتين و دا ما يقطع في نقطتين نقول عليها ايه ليست دالة الدلة التالتة اللي قدامنا دي لو انا لسمت اي محور رأسي موازي لمحور الصدات هيمر بالنقطة دي زي ما انت شفت كده ثم واحد يسألني يقول يا مستر ده الدلة دي مفتوحة ازاي هتمر بيها لا ما هنا مفتوحة وهنا مغلقة واخد القاعدة دي مفتوحة على مغلقة تتغلق او تتقفل دي دايما نعرفها يبقى هذه تمثل دل وكده ابقى انتهينا من الحلقة الاولى وكلمنا فيها عن المجال والمدى والدوال والعلاقات شكرا لكم